وفي إطار جهود وزارة الداخلية وصلت الوزارة حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السهر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 394 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 87 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت وزارة الداخلية كذلك من ضبط أكثر من 19 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 48 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السهر الرسمي للسلع الغذائية إلى جانب ضبط 20 طن من الإسمنت في مجال البيع بأزياد من السهر الرسمي لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابز تمكنت الوزارة من ضبط 600 واثنتين قضية من بينها 99 قضية خبز ناقص للوزن و88 قضية خبز غير مطابق للموصفات فضلا عن ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 52 طن من الأقماح المحلية في مجال مخالفات تلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلية ترجمة نانسي قنقر